بين الساعة الحادية عشرة والربع والحادية عشرة والنصف بتوقيت روما وفي ختام مجمع للكرادلة في بداية الصوم كان البابا بيريديكتوس السادس عشر جالسا على كرسيه ومن هناك ألقى خطابا باللاتينية خطاب لم يفهمه الكرادلة من الوهلة الأولى لكن عندما اطلعوا على ترجمته كانت المفاجأة الكبرى البابا يعلن استقالته في الثامن والعشرين من شباط المقبل في خطابه قال البابا بعد مراجعة ضمير أمام الله توصلت إلى قناعة بأنني لم أعد قادرا بسبب تقدمي في السن على القيام بواجباتي على أكمل وجه على رأس الكنيسة الكاثوليكية في مناسبات سابقة كان البابا أشار إلى أمكان استقالته في حال شعر أنه لم يعد قادرا على الاستمرار في منصبه لكن هذا الأمر لم يمنع من وقوع الخبر كالصائقة في سماء صافية على حد تعبير عميد الكرادلة المونسينيور أنجيلو سودانو حدث لم يحصل في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية إلا نادرا في القرون الماضية مع استقالة أربع بابوات هم مرسلينوس، بناديكتوس التاسع، سلستين الخامس وكريغوريوس الثاني عشر في قوانين طرعة انتخاب البابا جديد لما بيصير فيه فراغ بسدي البطرسية سدي الباباوية يدعى الكرادلة إلى مجمع انتخابي والقرادلة اللي بيحقلوا يشتركوا بمجمع الانتخابي هن اللي دون 8 سنة وعددهم حوالي 120 حالياً اللي بيقدروا ينتخبوا ومن بينتهم طبعاً ينتخب البابا العتيد المتحدث باسم الفاتيكان الأب فدريكو لومباردي أعلن أن البابا سيتخلى عن مهامه بدءاً من الساعة السابعة مساءً بتوقيت جرينتش يوم الثامن والعشرين من شباط عندها تبدأ مرحلة الكرسي الشاغر ولكن ليس لوقت طويل فانتخاب خليفة للبابا سيجري قبل عيد الفصح آخر آذار بعد انعقاد مجمع الكرادلة في الأيام الخمسة عشر إلى العشرين التي تلي الاستقالة لن يكون للبابا بينديكتوس السادس عشر أي دور في مجمع الكرادلة وعندما يغادر الكرسي سينصرف لحياة من الصلوات ويقيم في دير في حرم الفاتيكان